بعد فرار الجيش العراقي من الكويت حدثت الانتفاضة الشعبانية كثيرون من أبناء الجنوب العراقي جاءوا إلى إيران بشكل سريع لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل واستقر كثير منهم في جنوب إيران في خزستان محمد باقر الحكيم يعتبر الاسم الأول في قيادة المعارضة الشعية الدينية في العراق باتفاق مع الإيرانيين من دون اتفاق المهم أن محمد باقر الحكيم ذهب إلى زيارة هؤلاء المنتفضين الذين جاءوا إلى إيران وخطب فيهم وطلب منهم أن يعودوا إلى العراق هؤلاء تعجبوا كيف يعودون إلى العراق إذا ما عادوا إلى العراق سيعدمون عند الحدود ماذا يقول هذا الرجل هل هو عاقل مجنون يقول لهم عليكم أن تعودوا إلى العراق وأن تواجهوا صداما داخل العراق فقام إليه أحدهم وهو من المنتفضين ومعروف بينهم قام له فقال لسيدنا إذا أنت تدخل قدامنا احنا نروحوا إياك نمشي وراك فتأذى باقر الحكيم من هذه الكلمة مباشرة جلاوزة باقر الحكيم أخذوه ضربوا وعذبوا قالوا له أنت بعثي صدام أرسلك أنت جاسوس وأهل المنطقة يعرفونه ليس كذلك هو أحد المنتفضين لا أريد أن أطيل في الكلام فكانوا يضربونه وأن يضرب في المسجد كان هناك مسجد أدخلوه إلى المسجد ضربوه في المسجد في مكان الصلاة وباقر الحكيم ما كان بعيداً عن كان جالساً على الكرسي الرجل يضرب وألفاظ فاحشة نفعل فيك كذا وكذا ألفاظ فاحشة معروفة الرجل كان متحملاً للضرب لكن هذا الكلام الفاحش ومن أناس ملتحين وهم أعوان محمد باقر الحكيم فرفع صوته قال له سيدنا تسمعهم شي يقولون تقبل بهذا الكلام قال له إيه أنت مستاهل صور تترى حدثتكم في برامج متقدمة حدثتكم عن الشباب الذين اختطفوهم في العتبة العباسية وأهانوهم لمجرد نقاش كان فيما بينهم وبين مسؤولين أمنيين في العتبة العباسية لا أريد أن أدخل في التفاصيل أذهب إلى نهاية الحكاية هذا الشاب الذي عمره بحدود ستعس سنة سبعطع سنة أقل من هذا ضربوه حتى تغوط على نفسه وكانوا يصرون عليه أن يكتب اعترافا من أن بقية الشباب يلوطون فيه بعد ذلك من خوف من أمر عشائري أطلق سراحه أهل هؤلاء لما البعض طلب منهم لماذا لا تتحدثوا بهذا الموضوع قالوا إذا ما تحدثنا بهذا الموضوع فإن العتبة العباسية سيقولون من أن هؤلاء كانوا يتلاوطون والناس تصدقهم ستصدق العتبة العباسية ولا تصدقنا هذا هو واقعنا الشيعي ليس في زمن واحد أنا أخذت لقطة من أيام الميرزة الإخباري وماذا فعل موسى كاشف الغطاء وبقية المراجع مراجع النجف وكربلاء والكاظمية إلى أن قتلوا الرجل ومثلوا بجثته ورفعوا رأسه يركضون به في شوارع الكاظمية فرحا وبعد ذلك المرجع الأعلى أقام مجالس الأفراح وعاش الليالي الملاح في زواجه من بنت عبدالله شبار وكأنهم من شيوخ البدو شيوخ البدو هكذا يفعلون يقتلون أبناء عمومتهم ثم يقيمون أعراسهم الحادثة تذكرني بخالد بن الوليد حين قتل مالكا إنه مالك بن نويرا الرجل الجناني رجل من أهل الجنة قتله خالد وزنى بزوجته وأعلن أنه قد تزوجها الحوادث تلتقي من جهات وتختلف من جهات أخرى التاريخ هو التاريخ لا أريد أن أصف هذا الواقع الشيعية المرجعية السيئة البعيدة عن إمام زماننا إلا أن أقول عنه بأنه مسخرة هذا هو مرادي من تسمية هذا البرنامج بمسرحية المسخرة بهذا ينتهي فصلنا الثالث من فصول هذه المسرحية والذي عنونته ظلم يدوم وقباحات لا تنتهي من جلة الخيل شد وعجلا بسروش نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر